قوة وعراقة الناديين حقيقة فريق السوحلي اللي يطمح لأن يكون مع الكبار في المرحلة الثانية كذلك فريق المدينة هذا بقراء محاولة المرور هناك لعب ملقى على ديرة الملعب ثلاث نقاط كاملة هذا هو اللعب الملقى على أرضية ملعب سلامات من الكاميرينيو الديوفال محاولة من يعقوب لعب الكرة عرضية والكرة تغادر تكون ضربة مرمى محاولة كانت من يعقوب عبدالله مهاجم فريق المدينة والكرة تغادر لتكون ضربة مرمى لفريق السوحلي أنس كحول ملعب الأمام ولكن تبعد تبعد من أنور مخلوف برأسية هذا هو أنور مخلوف مدافع المدينة لفريق المدينة تم استخلاصها من بكرة ملعب الماتيوس محاولة التسديد ومحاولة وفرصة الهدف تضيع فرصة الهدف تضيع هدف مؤكد حقيقة عبدالله يعقوب عبدالله محاولة من جال يملع رفع الكرة داخل منطقة جزاوية ونبعد من محمود والله والتسديد والكرة تمر بجوان القايم ناحية من؟ ناحية شليق وشليق خدوهات مع العجيل محاولة التمرير والتسديد ولكن ما فيش من يكمل هاي الكاميرون ينبع لماتيوس ماتيوس يتوغل في الجال يسر لفريق السوحلي ماتيوس ماتيوس يلعب كرة عالية تصطدم بمدافع وتبعد لتكون جانبية ماتيوس موتا واعبله خلف الكرة من سيلعب هذه الكرة؟ هل سيتم رفعها نحو اللاعبين أم اللعب الكرة مباشرة نحو المرمى وتكتيك والكرات اللي شاهدناها وطريقة لعب اللاعبين ماتيوس موتا خلف الكرة يلعب الكرة يسدد ولكنها تعود من جدار السدوة تعود من جديد لماتيوس ملعوبة ناحية شليك 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 محاولة اللعب العرضية وفرصة للتسديد وخرج الملعب عشان الغويل أو المنقوش يأخذ مكان بشكل ممتاز يلف بالكرة ملعوبة الآن ليانس كحول محاولة تسديد وسهلة سهلة في دين عويضة أيضا اللي حتى الآن موفق هو كذلك نقطة انطلاق للفريقين نقطة انطلاق إلى الفريقين في هذه المباراة الفريق الربما المتحصل اليوم على النقاط كاملة ستعطيه حافز للانطلاق نحو البحث عن ولقة التأهل محاولة المرور وتستخلص هذه كرة ناحية شليك في راسل مرر يخطف التمرير تعود ليعبله لعباني الآن يألعب كرة داخل منطقة الجزاء وخروج موفق ليعلي شنينة كلام هذه محاولة الآن لفريق السوح للغويل لغويل المنقوش خدوهات بشكل ممتاز ولكن متابعة كانت من البقرمي ناحية الهادي عمارة الهادي استقبل كرة وحاولت المرور على حافز منطقة الجزاء يفضل التسديد وسهلة تلعب الكرة من عبله عالية داخل منطقة الجزاء والتسديد والكرة تغادر تكون ركنية وفي هذه الآوينة مشاهدين اشتركوا في القناة